القصة تدى عند ركوب الطائرة يجلس بجانبي رجل صيني متقدم في العمر ينظر إلي ويبتسم ثم يقول نحن في رحلة الكنز والماء في البداية لم أستوعب ماذا قصد الرجل الصيني بعبارته الكنز والموت حتى وصلت هنا إلى كوالا لنبور صادفني لغز آخر أدخل المصعد وفجأة ألاحظ عدم وجود الرقم أربعة أو أي عدد يضم الرقم أربعة في لوحة المصعد أو شاشته أثار هذا الموضوع انتباهي وقررت البدء من مكتب الاستقبال مكتب الاستقبال لا يعطي جوابا شافيا لكنه يشير لي بأنه رقم غير محقب وبعد بحث مؤسئلة اكتشفت لاحقا أن هذا الفندق يمتلكه رجل أعمال صيني وببساطة لن تجد الرقم أربعة في معظم المباني التي يمتلكها الصينيون قبل أن أعرفكم على السبب هناك خلفية لا بد منها ماليزيا ليست بلد المالايو فقط كما يعتقد الغالبين هذه البلاد تتميز بتعدد الأعراق والأديان وحتى اللغات توجد في ماليزيا ثلاث فئات عرقية كبيرة هي المالايو والصينيون والهنود وفي هذا البلد لدى الصينيين تأثير قوي خصوصا على الاقتصاد وعالم الأرقام يتمركزون في المدن علاقاتهم ونشاطهم الاجتماعي يحسن أوضاعهم المادية ويجعلهم قوة اقتصادية تسيطر على العديد من القطاعات أبرزها البنوك وشركات التأمين ومناجم القصد لكن ما مشكلة الرقم أربعة؟ سألت مجموعة من الصينيين القاطنين هنا في كوالا لنبور وكان هذا رائعهم يبدو أن الرقم أربعة معظلة الحبيب تسيطر على العديد من القطاعات أمر كمجمتا سيا كم سيدة عمل 27 p.صل ولكنهீل وفي وسط المقابلة حدث ما كان متوقع مطل غزير جداً الدكتورة لا تستطيع سماعي ربما سألتها بلا مكان آخر نراكم هناك وللنبور بنيت وسط غابة استوائية قرية صغيرة توافدت عليها العمالة الصينية للعمل في مناجم القصدير بعض الحكايات تقول إن اسم المدينة جاء من كلمة باللهجة الكانتونية الصينية وتعني الغابة الموحلة والله ظاهره كما قالت السيدة أونغ فالموضوع له ارتباط وثيق بالتقارب اللغوي لنطق الحروف والكلمات موعد آخر وتفاصيل أكثر هذه المرة أقرر الوصول بالوسيلة الأمثل لهذا البلد أردت أن أتأكد من علاقة الأمر بالجانب الديني قصدت أكثر من معبد لكن لم يجب إلا هذا المعبد الطاوي حاولت البحث عن إجابة من الجانب الديني فلم حصل على إجابة ولكنه أخبرني أنهم لا يؤمنون بي هي ثقافة ثقافة الشارع وليس الثقافة رغم معضلة الرقم الأربعة التي تبدو عويصة جداً إلا أن البعض وجد لها حلًا بعض المستشاري الفونكشوي أو ما يعرف بفن التناغم وتدفق الطاقة ينصحون برسم دائرة حمراء حول رقم أربعة والسبب؟ لأننا قمت بحضة الأمر 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 قمت بحضة الأمر لكي لا يستخدمها لذلك قمت بحضة الأمر والذي أخرى فهم يستخدم بعض الأمر الأمر لتحركها لتحركها إلى مينيك نعم أكثر مستشاري مثل أمر 4 سي جي بحضة الأمر يعني أنها سي جي في كل سنة في 4 سنة لكن ما ذا عن الأرقام الجالبة للحظ ثمانية الرقم المحبب والأغلا ثمان نعم أكثر سأخذها لذلك سأخذها سأخذها مع AAA أو سأخذها في أغاست إنه سأخذها في أغاست أو أي سنة سأخذها في أغاست الآن 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 يتحدث باع 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 في الأول ومع باع 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 حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2008 في بيجين بدأ في اليوم الثامن من الشهر الثامن في الدقيقة الثامنة والثانية الثامنة وليس هذا فقط برجابتر الناس التوأماني خلفي يكلم منهما ثمانية وثمانون طابقاً لا أعلم الثامنة لا أعلم الثامنة للمشاهدة الثامنة من الوقت الأولى كل شيء ستكون جيداً لذلك ربما تستطيع أن تستطيع الثامنة الثامنة نعم بعض الأحيان نعم 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 بعض الأحيان هوس الثروة وحب الأرقام وصل إلى تشكيل جمل كاملة تركبها الأرقام وتتطابق موسيقاها اللفظية مع معاني للثراء والماء io الأجميع الجديد منك التطابق عامنة كما تريد تريد جيدها نعم سعر تلك persuade تعريفما لذلك يقول حظة شاهدت هذا الرقم أيضاً في مكان ما سابقاً رقم عنوان learned معبد صدفة لا أعتقد وماذا عن رقم رحلتي لأنه لديك الهاتف لأنك ستكون لديك الهاتف لأنك ستكون لديك الهاتف وكما قال الصيني العجوز في الطائرة الكنز والموت هذا الاعتقاد لا يقتصر على الصينيين فقط الثقافات الغربية لها نصيب من هذا الاعتقاد أل سمعتم مثلا عن رهاب العدد 13 أو رهاب العدد 666 المعروف بـ العلماء أيضا كان لديهم عشق للأرقام عبقري الفيزياء نيكولاتيسلا مثلا كان مهوسا بالرقم ثلاثة ولا يقيم في غرفة فندقية إلا إذا كان رقمها قابلا للقسمة على ثلاثة أما الفيلسوف اليوناني فيثاغورس فيقول إن الأرقام هي مبدأ العالم والعالم مليء بالقصص والتجارب وها نحن هنا جئنا إلى كوالا لنبور بحثا عن قصص وتجارب جديدة إذا أعجبكم هذا النوع من القصص وكنتم ترغبون منا في البحث عن قصص وتجارب معينة أخبرونا في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة لحظة كدنا أن ننسب أثناء سيرنا في أحد أزقة كوالا لنبور أعثرنا على صيني وحيد يأشق الأخمار نعم 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 نعم